يعني الكلام واضح في كلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله في البدء كان الكلمة أي الكلمة الأزل أزل يعني قبل الأزل واضح نعم الكلمة عند اللهم يتكلم أنه كان المسيح مستقل في كيانه مع الله في أقنومية في أقنومية يعني هو أقنوم وكان الكلمة الله يعني مثل ما ذكرت ذو جوهر واحد مع الله وهون عشان ما يتلخبطش السامع أو المشاهد احنا منتكلم على شخص واحد على يسوع هو الكلمة الأزلي له وجود ذاتي مع الله وكيان مثل ما ذكرت مع الآب وهو ذو جوهر واحد مع الله مستقل بدون أي انفصال وبدون أي امتزاج له شخصيته له كيانه يعني الآب هو الذي اختارنا أو اختار الابن هو الذي أنجز عمل الفداء يعني اللي مات على الصليب مش الآب ولا الروح القدس هو الإقنوم الابن فإذا والروح القدس هو الذي ختم على هذا الفداء فبتشوف الثالوث القدوس سواء في الخلق أو في الفداء العمل مشترك ذو جوهر واحد خليني بس أستخدم كلمة غير مستقل لألا يعني يفهمها المشاهد بمذاجه خليني أقول أنه بين أقانيم اللهوت الثلاثة اتحاد دون اختلاط وتمايذ دون استقلال فكلمة التمايذ أعتقد أنها أنثب وأوضح توثل إيماننا المسيحي بشكل أفضل فالآب متمايذ عن الابن والابن متمايذ عن الروح القدس متحدين في جوهر واحد هو جوهر اللهوت هذا الاتحاد دون اختلاط وهذا التمايذ دون استقلال دون اشتركوا في القناة